موسيقى مصر الخير دكتور فريد البستاني المعروف بعلم الإدارة، الاقتصاد، الإنماء والطب مرشح عن المقعد المارونة بدائرة الشوف على لائحة الجبل من مواليد 12 نيسان 1953 درس الطب وإدارة الأعمال بعدة جامعات اديس يوسف بلبنان، سوربون بفرنسا، تافتس، بوستن، وهارفرد بالولايات المتحدة الأمريكية مرس عمل الطبي كجراح بمركز بوستن الطبي وتبوأ مراكز رفيعة بجامعة بوستن أسس وترقس مجلس إدارة شركة بوستاني يونيتد ماشن ريز كامبني وكلاء تويوتا والاكسس كما قصد جمعية رواد الأعمال والسقاف اللبنانيين بلبنان ALJCBL حائز على وسام الاستحاء اللبناني، الفضيز والسعف انتخب نائب عن دائرة الشوف سنة 2018 على لائحة الطيار الوطن الحر انتخب عدو بلجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ورجنة شؤون المهجرين وترقس لجنة الاقتصاد النيابية من 2022 لليوم عدو بتكتل لبنان القوي وبكتل ضمانة الجبل متأهل وعندو ثلاثة ولاد مساء الخير دكتور بستاني بحلقة خاصة من سفران الأرض بعنوان الانتشار يسأل اليوم أنا والمشاهدين حابين نتعرف عليك أكتر نتعرف على دكتور بستاني المتطرف خبرنا شوي عن هالحملة اللي اخدى ضجة كتير كبيرة باللبنان وبالعالم أهلا وسهلا فيك هاي فاق يعني هاي دي أنا معروف عني الرصاني وحبينا فرد مرة نغير تالناس تشوف غير وجه عني هو وجه الالتزام هو التطرف هو التزام ببعض المبادئ وأنا بالمرحلة الثانية من الكمبان بلشت قول شو يعني متطرف متطرف بمحبتي للشوف متطرف بانتمائي بوفائي هل تطرفك للبنان هو اللي خليك ترجع من بعد أربعين سنة اختراب هاي دي قصة كبيرة يعني أنا أربعين سنة أنا تركت أول ما بلشت الحرب الأهلية وكان وضع مأساوي بلبنان ورحت عفرنسا أربع سنين وكفت عاميركا أنا بقيت مرة خمسة عشر سنة مرجعت على لبنان لأن عجلات كنت قرفين وزعلين الحرب الأهلية كتير زعلتني لأنه فرقتني عن أصحابي يلي كنا عايشين سوا ما كان فيه مذهبية هايفا ما حكينا ولا مرة مين مسيحي أو مسلم أنا كنت دايما نقول في حد بيتي سيمتري بنيوتن ماساشوسيت كنت دايما نقول I will never end up here ما بدي أنه أنا اندفن به هيدا مش وطني وأول ما رجعت الحقيقة قبل ما عمرت بيت جديد وزبطت أموري وهيدا هو الانتماء وهي هي محبة الوطن أنا بس انزلت تيارة كان قلبي اتطلع وين دير الأمر أحب أعرف أكثر اليوم الولادك خلقوا بأمريكا وعاشوا هناك كيف قناعتهم ليرجعوا هل حبوا هني كانوا مبسوطين برجع لبنان لكن القرار كان طبعا صعب أنا كنت عم بارف أنه البلد عم بيبرو بمرحلة كتير صعبة أول ما فتع المجلس كنت عارف أنه الدولة متعسرة فأنا حبيت ساهم يلي ساعدني أنه أولادي حبوا لبنان ويحكوا عربي تعلموا عربي ببوستون وطبعا زوجتي من دير الأمر فكل هالأمبيانس العائلية كانت مشهجعة وربما يسرها كانت هجرة عكسية يعني خلقوا أولادك بأمريكا وأجوا من بعد على لبنان نعم من بعد هيدا الخبرة بالاختراب يوم ما إذا بيطلبوا رأيك عائلة بتقولك أنه أنا ابني عنده فرصة ليهاجر ليشتغل بره ليتعلم بره أو ليعيش بره شو تنصحهم؟ لكن كل يوم عندي هايك خبرية يلي عنده فرصة بهالفترة هايدي وعنده شغل بقاله روح وتكتسب خبرة بس ما تنصحها بلبنان في أمل دكتور بستاني يعني بالمدى القريب يكون في تحسن بالأوضاع في لبنان؟ أحسن أنا بقول نهون لثلاث سنين مش رح تعرفوا لبناني اللي أنتو عرفتو بهالفترة كم سنة الانهيار الاقتصادي إن شاء الله نعرفت مؤخرا كنائب تشريعي شو التشريعات اللازمة لأصلاح الوضع الاقتصادي في لبنان؟ هايفا هيدا تريكم ثلاثين سنة لأن الناس بقولوا كوني فكانت لا مش هيك في عنا مسار إصلاحات سياسية في عنا اجتماعية في عنا ورش كتير كبيرة بالأصلاح أنا عم بشتغل بأشياء باختصاصي ونبدأ بالقوانين لو ما شفنا اليوم نتيجة بس بعد الانتخابات وحكومة جديدة رح تبلش تشوف الاشياء اللي نحنا قططناها وحققناها برأيك رح نوصل لمرحلة رح يبطل في ضغط سياسي يعني عطول في ضغوطات سياسية بتوقف قوانين بتمشي قوانين تانية بتضب قوانين يعني هيدا مسار طبيعي نحنا بديمقراطية لو كنا بديكتورترية كنا مشينا كل شيء فواحد بالمجلس لازم يعرف كيف يعمل كواليشنز يعني اتفق مع كتر ويتوافقوا يصوتوا مع القانون اللي نحنا نطرحه بتصور بكل طواضع انا شاطر فيها نتحدث عن الديمقراطية مع انو ذكرت قبل انو نحنا بنزام ديكتاتوري مش نزام ديمقراطي حر انا هيدا وقت لحكيت عن الديكتاتورية هو بحقوق المودعين هذا كتير موضوع بيوجعني لانو انا جبت مصاري منبرجة عمري باميركا حتى افتح مؤسسة وشغل ومثلي هيفا في كتير يلي جابوا مصرياتهم او كانوا يبعثوا مصاري لأهلون حطوهم بالمصاريف وليوم احتجزنا لهم اياها هيدا مش عمل ديمقراطي نعم هيدا الديكتاتورية الاقتصادية نحنا نعرف دكتور بساني كل المختاربين حلموا وهدفهم بالحياة هن العودع للبنان للتقاعد ليشوفوا اهلهم مرات بيجعوا لبنان بيكونوا فقدوا اهلهم كبروا محبينهم كبروا قريبينهم أصحابهم خسروهم يعني بيرجعوا الامل بس هيك بيعيشوا على امل اللقاء والعودة اليوم من بعد هيدا موضوع الودائع من بعد اللي صار بلبنان المختاربين متل كأنه عم يفقدوا الامل بالعودة لان فقدوا كل شيء موجود بلبنان حتى الصلة اليوم تقدر ترجع تشجعون للاستثمار بلبنان لكي المختاربين كانوا عم بيحاولوا للبنان سنويا بين ستة وسبعة مليار دولار فهذا كان كتير مهم للعجلة الاقتصادية اليوم تقريبا تلاتة مليار بس بعدهم عبيبعتهم نحن كتير عم نتكل على الفريش مني يلي بتجي من المغتربين تتقليلي انه يرجعوا يحطوا ودايع بالمصاريف اي نون تنك سو افتكر انه بعد نحن بعاد كتير نرجع نعيد السئة انا اليوم كل يوم عندي معركة بالمجلس انه هالودايع مطروح الودايع هي حق للصغير المتوسط والكبير لانه هولي اموالهم هي اموال شرف اموال المصاري تقاعد تحويلات من العيال يلي عندن الاموال فيها شبهة هو اللي بدون يتحكم ومرأنا وينين لنسترجع هالمصاري اليوم عبين حقا متل ما بتعرفي بالكابيتل كنترول صحيح ايه وانا موقفك من هال انا موقفي قبل ما نحدد سياسة لا استرجاع الاموال يلي تحولت بهالفترة ونتحقق انه هالمصاري هي ما عنده شبهة اليوم بالكابيتل كنترول انا معرضة دكتور بستاني كيف قدرت تحافظ على الانفتاح وعلاقة جيدة مع كل الاطراف بشوف رغم الخلاف السياسي الكبير لانو هيفا انا جاي من باكراوند اكاديميك انا شتغلت كنت تعلم ويعلي بيعلم بتعلم انو لازم تتواصل واتفق مع الكل ووقت اللي انا صرت عميد كنت عميد بعمر بسن كتير صغير وكمان كانوا يتفاجأونو كيف صار هيدا ادى كان عمرك متر بسنين بوقتها كنت بالأربعة وثلاثين تعودت وتعلمت انو يجب ان تعملوا بشخص هون وشخص هون توافق مع الكل من بعد التجربة بامريكا والنجاح الكبير بامريكا كيف قدرت تستثمر هالنجاح بلبنان يعني انا بلبنان اشتغلت بالتجارة وانا كان عندي دم تجاري وانا جاي من عيلي كثير من التجارة في التجارة التجارة كمان علمتني انو بلد احنا عن جات في كتير افاء للتجارة احنا نرجع بمرحلة ذهبية بالتجارة انا عندي امل انا برايي المغتربين بحبوا لبنان بغير طريقة لانو بشوفو غير انا هيك انا ببوستون نهار الاحد هيفا كنا نسمع ساعة وان تو تو بي ام اخبار لبنان على الراديو فانا اللي اللي هني عم بشعروا فيه المغتربين انا ايوان through that before انا مستيل حلو الانسان وخصوص السياسة اليوم لانو حضرتك المعترك السياسة تشوف لبنان يعني بطريقة اللي يشوفوها في الناس العاشين مورا يعني بالقلب لبناني وبالعقل مخترب كتير برح كان عندي حديث مع ناس بدار الامر انو انا ماي دريم انو هي الدولة المدنية civil state حتى بايع كل شي اسمه طواقف مزاهب وتكون الماضل تبعنا مثل الماضل اللي عشت فيه بامريكا we can do it هل التعايش اللي كل بيتغنوا فيه حقيقة بالجبل شو بدي خبرك نحنا اليوم نسمع كتير فيه اختلاف سياسة كتير كبير فيه مشاكل بتصير الناس بتسأل هل التعايش حقيقة بالجبل نعم فيه تعايش بس دايما وقت لي بتحكي تعايش اذا فيه فئة مأهورة والحقيقة بكل تواضع بقول انو المسيحية هي كانت الفئة المأهورة لانه هي اللي تهجرت يلي خربوا لبيوتها كناسة اعمالها فنحنا عم نشجح هالفئة يلي كان الجبل يعني عايش من ورا هالفئة بالتعاون مع اخواننا الدروز مع اخواننا المسلمين بدنا يهن يرجعوا لبيوتهم يكون فيه لهم فرص عمل يكون لهم مدارس في مستشفيات كل شغلة اللي عم إليك عنا كان ببلان يلي طبقته من اربع سنين فينا نحكي شوي عن المشاريع الانمائية العامة اللي سهمت فيها بالجبل انا اول شي بدي قليك انو الجبل له تربة كتير فرتيل ونحنا بالجبل ما عنا هالقطلات الكبيرة نحنا عايشين بعدنا على طبيعة الجبل يلي بدنا ايها تبقى كبيقة حاضنة للخضار ما بدنا نعمل كمبلكسات كبيرة هيدا مش الجبل فانا اشتغلت على الزراعة مع انو انا مش دوماني الزراعة بس عرفت انو اقرب شي للانتاج هو الزراعة فعملنا دورات للمزارعين ويلي عمل لهم دورات من ثلاث سنين وزرعوا الافوكاة السنة طلع الافوكاة والافوكاة يزي بيري جود برودكت عم ينبيع بلبنان وبره فانا يعني بفتخر انو ساهمت شوي في عنا زراعة الكيل انا وقت جيت من امريكا كنا احب كتير الكيل بري هالفي هون ما بيعرفوا الكيل فكان بشوف زراعة الكيل كتير ناشحة وتحولنا من زراعة الكمبنشنال يلي هو التفاح والليمون وهيكي للفريفير فري روج الاشياء يلي اليوم مرغوبة بكتير فزراعة كتير شتغلت علي كمان بالمجال الطبي مجال الطبي نحنا وقت لانا بلشت شغلي في عنا تو هاسبيتلز عنا سيبلين مستشفى الدولي وعين وزين مستشفى خاص فوقت الفتنة ضغري بلشت الكورونا فكان لي مواقف ومساعدة لو صغيرة بمستشفى سيبلين مع انو بيقولوا هالمروني من دير الامر شو بيقولوا هشغل بسيبلين يلي هي بلدة سنية شو قالوا هشغل هالمروني بسيبلين منطقة سنية لانو انا عبكرة بكون مروني والدهر بكون ديرزي وعشية سني ما عندي انا مذهب انا بحب حبي لشوف هو عابر لكل الطواقف فاشتغلت على مستشفى دير الامر الحكومي يلي بلا شوي شيدو بسنة الالفين وواحد وبالالفين واربطاعش بلا شوي عمرو ووقف صار له سنين ووقف ورجعت انا بمساعدة طبعا من رئيس عون لنرجع نفاعل مستشفى دير الامر ومع انو تعرفي الدولة متعسرة وما في فانز شوي شوي عم يكفي المستشفى رح يكون صارح كتير حلو لكل اهل الشوف بالاخص لدير الامر وبلدات الجوار دكتور بستاني رح اتوقف مع اسئلة من المنتشرين لحضرتك خلينا نبلش باول سؤال مساء الخير ساعدتك معك ربيع مسعد من الكونغو الديمقراطية كنشاسا ساعدتك اليوم اللبنانيين المنتشرين يشعرون بغصة لالغاء الست نواب اللي كانوا ممكن يكترعولون ويمسوهم مباشرة بقلب المجلس النيابي وكان في دور للقوات اللبنانية بالتواطق بقلب المجلس النيابي حتى بعدد الاصوات اللي هو الغير دستوري لالغاء هيدا البند من انوان اللي اكرب الالفين وسبعة عشر كيف بتوصف اداء القوات اللبنانية ودورهم بالغاء هيدا البند وشكرا لقلك ربيع هيدا قصة كبيرة قصة الدارة ستة عشر لانه وقت اللي عملوا هيدا القانون بالالفين وسبعة عشر كان بالقانون وصوتوا عليه ولهيك مشينا بالقانون نسبي وكانوا عم بيقولوا بالالفين واثنان وعشرين رح يكون في دارة ستة عشر وميجا سنترز وخبرية كله واز نحنا كنا عم نحكي بالميجا سنتر من قبل وعم نقول انو لوجستيا الميجا سنتر لازم نعمل بلبنان وبدول انتشار انا كنت كتير محمس للدارة ستة عشر لانو بتعطي تمثيل للنواب يلي بيعرفوا اوجاع اللي انا كنت عيشة بدوني الاختراب خليني وضح انو مش بس القوات كانوا ضد في عدة اطياف سياسية كانوا ضد وتركوا هالموضوع لاخر ديئة اي مزبوط كان فيه صراع كتير قوي بالهيئة العامة ليلغوا الدايرة ستة عشر وما يعطونا فرصة للميجا سنتر وللأسف دكتور بستاني المختربين منقسمين بموضوع دايرة ستة عشر وبل ستة نواب في ناس تعتبر انو ستة نواب شو رح يقدروا يوصلوا للمنتشرين يعني شو بدون المنتشرين تعرف انو اليوم مطلب المنتشر غير مطلب اللبنان اللي عايش بلبنان وفي ناس كانت عم بتقول انو ستة نواب منا كافية لتمثل الانتشار والبعد كمان بيقول انو متل كانو عم تنقلوا الخلافات السياسية الموجودة بالداخل للخارج انت بتعرفي انو بفرنسا انا عشت بفرنسا في بسمون ديبوتير دوترومير يعني اللي عايشين بتعهيتي بهال تجربة ناجحة مين افضل يمثل هالدول انتشار غير نواب بيجو من صميم الحياة بامريكا بكندا بالمكسيك نحن هالتجربة كلنا لازم نعيشها ونطورها لحتى يصير في انصهار بين المنتشرين والمقيمين لازم نعمل هيك بس انا لحتى نحقق هالحلم بتمنى انو انتخاب المنتشرين حتى انو اخفقنا بالدارة ستة عش يكون كسيف جدا لحتى نفرجي دور الاغتراب يلي هو دور فاعل دكتور بستاني عنده سؤال تاني من الانتشار سعادة النائب فريد البستاني مساء الخير ومساء الخير للجميع معك وريد الهايبي من دولة البنين بافريقيا بحب اسألك عن الودائع اللبنانيين بالمصارف اللبنانية وخاصة المنتشر اللبناني المنتشر اللبناني بافريقيا يلي عنده اسم كبير من هالودائع هاي دي هل هالودائع بالامكان انو ترجع لاصحابه؟ ونقطة تانية نحنا بالاغتراب وبالانتشار حرمنا من ستة نواب يمثلوا الانتشار اللبناني هالستة نواب يلي هني كانوا امل كبير لقلنا لانو بيعرفوا هواجس الانتشار اللبناني وبيعرفوا المشاكل واكيد كانوا بيكون غنى للبنان بالندوة البرلمانية انا بتشكرك وبتمني لك الحز والفوز بالانتخابات الادمية هاي دي كل يوم معركتنا يا حبيبي معركة الودائع انا كل يوم بصرح وبقول انو مش رح نصوت نحنا لا كتكتل ولا انا فريد بستاني على اي قانون بيحرم المدعين من حقوقهم في امل؟ هاي ده حق مكرس اناعم في امل هلا الاتفاق مع الـ fmi كل شغلة بدا تعملها بعد المنظومة بيقولوا طالبينا الـ imf وش مزبوط imf ما فينا تيجي تقلنا انو انتو لازم تاكلوا حقوق المدعين سيكون هناك مستخدم للبنوك الكبار حتى نحافظ ما حصلت انت حطيتي مصرياتك بالبنك والمدعين بالانتشار اجا المصرف ديناه للدولة لمصرف لبنان وديناه للدولة وطيروهن بس في بعض من هالأموال اشترت فيه المصارف أملاك وإنفاستمنت فانا اللي عم بقوله ودايما نقول انه قبل ما حدا يجي يصوب الودايع يعني بمعنى الهيركات خلينا نسيّل أموال المدعين المصارف وندفع للمدعين أول اسم من ودايعون ومع الوقت بالدول اللي صار فيها تعصر ما أكلوا مصريات المدعين طولوا لحتى دفعوا لهم أما الكبار اللي عندهم مدعين مبالي كبيرة فنحنا عم نفكر بـ سوفرين فوند نحط في الأسهد تبع الدولة مثل الميدل إيست مثل الكازينو مثل شركات الاتصالات وتستثمر الشركة بين القطاع الخاص والقطاع العام لأنه أثبتت الدولة عدم كفاءة بإدارة كل المصالح اللي دارتهم بس إذا جاء عملنا شراكة اللي عندهم أموال كبيرة ما الوقت بيسترجعوها شو اللي بدوا يعملوا دكتور بستاني بالسنين اللي قادمة إذا حالوا فرحص وكان نائب مجدداً شو اللي بعد ما لحقت تعمله؟ أنا عملت بروغرام بالالتمنتعش وبتصور بكل تواضع إنه حققت تسعين بالمية منه بدي أحكي عن العشرة بالمية العشرة بالمية ما حققتها بسبب الكورونا تعصر الدولة وعدم وجود أي فانز بالوزارات فأنا مش إنه عم بوعد وبكرة منشوف لأ أنا عم بوعد وفيت ورح كفي البروغرام بس رحلك شغلي أنا دائما بقولها نحن مثل طيارة 380 بعاصفة قوية كتير والركاب قاعدين ناطرين شو ما صيرهم انتي بهالوقت بدك كابتن يكون عندو الخبرة حتى يعمل سيف لانديج وأنا بتصور بخبرتي وكل تواضع إنه أنا اي كان دويت وأي ديت وأنا فيوني تتكلوا علي في كتير مرشحين هايفة عم بيخبروا خبار بعملوا ليستات هيك بدنا نعمل وكذا تاب هولي مش عاملين شي بحياتهم ما عندهم أي خبرة بالقطاع الاقتصادي والمالي نحن فيتين بفترة اقتصادية مالية صعبة فمين بدو يكون الكابتن يلي رح يديرها الطيارة ويعمل إصلاحات أنا واحد منو فريد بستاني دكتور بستاني بدي منك رسالة لابن الجبل المغترب من خلال كاميرتك أنا بكل تواضع كمان بدي أقول إنه ابن الجبل عنده وطنية مميزة حب الأرض حب الجبل أنا كل يوم معكم بالفكر وبالفعل بالمجلس وبالجبل فأنا بتمنى نرجع سوا ونعود تحت سجرة بالبروك أو على البحر بالدمور ونرجع نتذكر أيام العز ورح ترجع نقال الله راد إنه عم نعبر من من هالأزمة الكبيرة إلى بر الأمان ونحن عملها سوا رح يكون في مشاريع إنمائية بتخص المنتشرين بالجبل أنا عبقوم بأعمال يوم ما في كتكليع الدولة أنا على قطاع خاص غير الإشياء البناءات اللي عملتها وهيكي بس أنا أخدت معمل كتير كبير بمعاصر بيت الدين مغتربين يلي بمنطقة الشوف الأوسط بيعرفوا إنه معاصر بيت الدين هي بين دير الأمر وبيت الدين معمل كتير كبير مسيحته 40 ألف متر مربع رح يكون صناعة نموزاجية غزائية ودوائية وهيدا شي مش عاملوا أنا للربح اتسانو انجي مؤسسة فريد البستاني لحتى نفتح فرص عمل ونقلل راد المغتربين بس يرجعوا رح يمروا يشوفوا إنه أي نعم قطاع الخاص بيقدر يساعد ما تتكلوا عالدولة وظائف الدولة فنش نحن اليوم بدنا نكون خلاقين ونكون عنا أفكار جديدة أنا كثير جبت أفكار من أمريكا وبعرف إنه نستطيع فعلها نستطيع فعلها نستطيع فعلها اليوم أكثر لأنه دكتور بستاني حدث لك عم تحكي عن الأفكار جبتها من أمريكا أنا عم بقدر شوف كمان الطريقة طريقة الإماء اللي جايبة معك من بره لأنه اليوم بلبنان شوي مرات منحس البعض يتكلوا على الخدمات الشخصية أكثر ما بينطروا خدمات إنمائية لأنه ليس معوادين كثير تكون موجودة منتكل أكثر على الدولة فليوم ليش ابن الجبل بده ينتخب فريد البستاني ليس مرشح آخر لأنه آخر أربع سنين أنا وقت نزلت بالألفين وثمنتعش على المعترك الانتخابي عملت برنامج ووعدتهم أربع سنين ما تركتهم ما تركتهم نهار هيفا لا أيام الأسبوع ولا بالوك أند كنت دائما معهم كنت دائما معهم بأوجاعهم بأفراحهم بمساعدات كل الأشياء اللي قدمتها هي للتحسين ووضع الأهل الجبل ومن كل المزاهب وكل الأطياف بالإضافة قمت بدوري التشريعي والرقابي بالمجلس النيابي فأنا وفقت بين الشغلتين فإذا كانوا مبسوطين بأدائي فهيدا كتير بيعطيني فرح كبير دكتور بستاني شكرا لإلك المؤابلة الحلوة رح نزورك نشوف رح نشوف أكتر كمان المشاريع الإنمائية اللي مرئت ونشوف إذا فيه مشاريع جديدة نكون نحنا أول ناس منصورها بدأت شكرك على استضافتك لإلنا نتلقى بالحلقة الجاية شكرا